اشتركوا في القناة ومساء يوم الثلاثاء هي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات رح يمكث القمر في هاي المنزلة طبعا لغاية الساعة 12 و55 دقيقة من ظهر اليوم اللي هو الأربعاء بعدها بدون ينتقل القمر لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر الآن في فترة خلو المسار هي من يوم أمس الثلاثاء بدأ خلو المسار الساعة 10 و55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية صباح اليوم اللي هو الأربعاء الساعة 54 و58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر لبرج العذراء يعني الآن القمر موجود في برج الأسد ولكن فترة خلو المسار من الآن لغاية ساعات الصباح بتعني أنه هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وبما أن القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء القمر لسه موجود بالأسد لغاية ساعات صباح يوم الأربعاء معناته بيكون الناس منحولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا زاوية إيجابية رح تظل مستمرة لغاية يوم 22 ثلاث هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وكمان بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي تأثيراتها لغاية يوم 19 ثلاثة بننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وقوة الحدث ومنشوف أنه سرعة الخاطر عندنا صارت قوية جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 17 ثلاثة هاي اللي بتجعل بعض الأشخاص يعيش في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضو إلها علاقة بالأفكار السودة الشكوك الغيرة لأمور هاي وبرضو هي اللي إلها علاقة بتقلبات الطقس اللي صارت بالفترة الماضية طبعا يوم 17 ثلاثة بتنتهي كل هاي الأعراض إلها برضو على المستوى السياسي والعدم الاستقرار السياسي مشاكل في القطاع البحري أمور إلها علاقة في البواخر ارتفاع أسعار النفط يعني الأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ يعني مزيج ما بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت وهاي برضو بتنتهي يوم 17 ثلاثة طبعا هاي بسود جو عام من الود فبتساهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن سلبيتها أن أكثر المتضررين هم المتزوجون أو لعلاقاتهم العاطفية في بدايتها وتكون ضعيفة لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية طبعا زي ما حكينا إحنا في فترة خلو مسار يعني زي ما ذكرنا في بداية الحلقة وخلو المسار هذا مستمر لغاية الساعة 4.58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليلة القمر بعدها ينتقل ويستقر في برج العذراء يعني برضو منعيد ومنكرر أن هذا الوقت غير مناسب للبدء بأي شيء جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو سواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار الساعة 4.58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير موجود في برج العذراء منعود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شردي دون تفحصها منجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفهم أمراض ما لها وجود هاي أفضل فترة لتخلص من عادي سيئة كالدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثة لغاية صباح يوم الأربعاء اللي هو اليوم القمر رح يأثر على القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان ولكن من ساعات صباح يوم الأربعاء بيصير عنا الأعضاء الأكثر يعني حساسية البنكرياس العمعاء الدقيقة المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هذولا أكثر حساسية طبعا اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي إنه نراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل الأجواء تقريبا على المستوى الجراحي أو العمليات مناسبة جدا ولكن غير مناسبة للجراحة التجميلية لأن التجميل الارتباط بالزهرة الارتباط بنبتن ولكن الزهرة منتحسة بنسبة عالية فمنقول بلاش جراحة تجميلية لكن حقا أو أمور للبشرة تنظيف بشرة أمور هاي ما في أي مشاكل لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ما في أي مشاكل حتى الأعراض بتكون أخف بكثير من الأيام الماضية القمر بما أنه رح يكون متواجد في برج العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 18-3 بيبدأ في تمام الساعة 18 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 25 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر المقمر المحدب عمره 14 يوم في تمام الساعة 12 و 29 دقيقة بعد الظهر بصير 15 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 15% القمر في الأسد ينتقل للحذراء زي ما حكينا في ساعات الصباح هو رح يمكث فيه لغاية يوم 18-3 بعدها بنتقل للميزان هو الآن منتحس بنسبة 10% ولكن مع ساعات الظهيرة بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 70% الزهرة في الدلو حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زالت الأجواء جيدة وقوية جدا بالنسبة لكم من الآن لغاية صباح يوم الأربعة فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات والغراميات والحب مستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات ولكن من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للعذراء لهو بيتك السادس فبتكون تنتبهوا من ساعات الصباح وما بعد إلى صحتكم بشكل أكبر بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم من الآن لغاية ساعات الصباح لو صباح يوم الأربعاء فبتجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة أو ممكن يكون في مناسبة أو تضطر للإهتمام بأمور عائلية أو تصلحات منزلية أو غيرها ولكن لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة يعني ممكن يكون في بعض القلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما بتصير إيجابية بشكل قوي بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات قوية جدا برج الجوزة طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكونوا لكم نوع من أنواع التعامل ما بينكم بين أخ أو جار وبتتمتعوا من الآن للصباح بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ولكن من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في بيت البيت بيت العائلة فهنا بتعيدوا تنظيم أمركم البيتية العائلية بيطرأ ممكن عطل منزلي أو حدث عائلي أو شيء ملفت للانتباه إلى علاقة بالعائلة هو اللي رح يستدعي أو يستدعي اهتمامة في هاي الفترة والفترة القادمة برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي معيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية الجديدة لاسية ما شراء حاجية ثمينة وهذا الأمر من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إشي انكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دقيقوا بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفاعل ولكن من ساعات الصباح لأجواء رح تتغير بشكل كامل لصالحك رح تدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات والإقناع يعني بشكل قوي جدا فهي فترة ممتازة جدا رح تبدأ فيها أهم إشي الملاحظة الوحيدة إنك تكون أكثر وعيا على الطرقات أثناء القيادة برج الأسد طبعا الأجواء جيد وهاي فترة أفضل من الأيام الماضية لأنها قوية جدا بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر من الآن لغاية ساعات الصباح فترة جيدة جدا والقادم أحسن فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وهي الفترة بتحمل انفراج وتقدم على المستوى المالي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى العملي بشكل جيد بعد الأيام اللي كان فيها ركود أهم شيء إنك تنطلق وتتحرك في ساعات الصباح الأجواء رح تصير أحسن وأحسن رح تنهمكوا بالأمور المالية تنهمكوا بضبط ميزانيتكم فوتير أمور بنكية أمور مالية بتعدوا بس عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع بهاي الفترة برج العذرة طبعا الأجواء من الآن لغاية صباح يوم الأربعة بالظل الأجواء متعبة شوي بسيطر عليكم التعب حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وأثناء التعامل مع الغير ممكن تتحسس أن طاقتك فقدت بالكامل وتتذمر من أي تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك برضو لأنه فيه قلوب مسار فبدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق بأنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تمتلقوا نشاط بعد هيك رح يصير فيه نشاط وحيوية أكثر في ساعات الظهيرة بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شيء بيناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم بشكل كبير برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء طبعا هذا رح يظل الأمر من الآن لغاية ساعات صباح يوم الأربعاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تقدر تطلب المساعدة وما تتردد برضو بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وبرضو ما تختلق مشاكل أو تكون حساس جدا تسبب بمشاكل اجتماعية أو عائلية أو مع عارفك وأصدقائك لأنه في ساعات صباح القمر رح ينتقل وصير في بيت المتاعف اللي هو برج العذراء فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنكم ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها هاي فترة سلبي وفارغة من الطاقة والحض لحديد ما يوصل القمر لا عندكم برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل وبتقدروا تقدموا أفضل ما عندكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأنه ممكن تحققوا إنجاز خصوصا من صباح يوم الأربعة يعني من الآن لصباح يوم الأربعة ممتازة ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي فترة صعبة ولكن مع ساعات الصباح صباح يوم الأربعة الأجواء رح تتغير تماما والعنصر الاجتماعي هو رح يسيطر على الوضع عندك فبتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أو يتوجه لهم دعوة ولكن العلاقات الاجتماعية هي اللي من خلال هالمكاسب خلال هذا اليوم برج القوس بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تتشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن لغاية صباح يوم الأربعاء فعشان هيك من الآن للصباح ممكن تتلتقوا بوجوه أو أراء أو ثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل وممكن تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة لغاية ساعات الصباح ولكن مع ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت السمعة صباح يوم الأربعاء فأهم شينكو تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وهاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شينكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة وخصوصا من الآن لغاية ساعة الصباح لأنه في خلو مسار برضو ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي ولكن في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحك وما بعد الصباح بتنشطوه في أمور العلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب الامتحانات المقابلات وكلها إيجابية أهم شينكو تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة ما بين المدن برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر مازال مقابلكم وبتظل الفترة هاي مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شي لا تنفعلوا وحاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ما بينفعك الأمور اللي فيها عصبية ولا الجدال طبعا لغاية ساعات الصباح فعالج كل التطورات بموضعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يتحرك درجة بصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شي انكم تنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية يعني الأجواء شوي بتخف عليكم الضغوط وبتصير تركز على الأمور المالية برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة هو في البيت السادس وبدو ينتقل للبيت السابع في ساعات الصباح من الآن لغاية ساعات الصباح العمر بيتركز على العمل تراكم العمل الأمور اللي شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام إنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت عشان تنجز كل عمالك تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي طبعا من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فطاقتك رح تنزل أكثر بترغبوا بتعزيز شراكتكم أو شراكاتكم المالية والعاطفية لأن الأجواء داعمة فيها إيجابية وفيها سلبية ولكن السلبية فيها أن طاقتك بتكون ضعيفة أهم شيء أنك تكون أكثر تفاهما بوجهة نظر شركاءك شركاء المال والعاطفة أزواج وحذر من الخلافات وما ضخم الأمور الأجواء تقريبا نقدر نحكي إيجابية ولكن بدك تراعي الوضع الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء